وبمناسبة الإنجاز العالمي الكبير الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بفوزه ببضولة العالم للقدرة للناشئين رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رفع اسم آيات التهني وتبركات إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وأكد سمو أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الرعاية والدعم لدني حضرة صاحب جلالة الملك المفدى لرياضة الفروسية وسباقة القدرة البحرينية التي أثبتت على علوي كأبها بمختلف المشاركات والفعاليات الدولية من خلال تحقيقها للعديد من الإنجازات بهذه الرياضة وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن الجهود الكبيرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في الاهتمام بهذه الرياضة انعكس بصورة واضحة على ما تحقق من نتائج مميزة على سعيد المشاركات وقد هنأ سمو الفارس فهد الخاطر بتحقيق هذه النتيجة المشرفة مشيدا سمو بالمستوى المتميز الذي ظهر به الفارس الخاطر في هذه المشاركة متمني سمو التوفيق والنجاح للفريق الملكي للقدرة في تحقيق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين في المشاركات القادمة مشيدا سمو في الوقت ذاته بجهول الجهازين الفني والإداري برئاسة الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة